نهاية عظيمة بكتاب ربها وليعلم أهل الإنفاق أهل الأموال أن خير ما أنفقوا فيه أموالهم طريقين الطريق الأول إطعام الجائعين من المسلمين فإن إطعام أهل الجوع والمسكنة من المسلمين من أعظم القربات قال الله في كتابه العظيم يخبر عن ذلك أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة وقال ربنا عن أهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال العلماء لو كان أحد يستغني عن الطعام والشراب لشغل أهل النار ما هم فيه عن طلبهم للطعام والشراب فيطعام الجوحة من المؤمنين من أعظم القربات والحال الثانية والطريق الأخرى الإنفاق على دور القرآن وعلى كل من يعنى بالقرآن تعلماً أو تعليماً أو غير ذلك مما يعود على أمة الإسلام نفعه ويعود على شباب المسلمين أن يجعلهم أشد حرصاً وأمثل طريقةً في التوجه إلى كتاب ربهم جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور ترجمة نانسي قنقر